موسيقى أهلا بكم في مرايا هل يمكن أن يختلف الأصدقاء والأشقاء على أي أمر؟ الإجابة معروفة للكل وهي نعم لكن الحصافة تكمن في تعظيم المتفق عليه وتبخيص المختلف عليه السعودية ومصر هما جنحان الأمة العربية حاليا كما قال رئيس مصر عبد الفتاح السيسي منذ أشهر قليلة مضت الالتزام السعودي تجاه مصر هو التزام مصيري لأنه لا يمكن للعرب أن تقوم لهم قائمة مصر منكسرة كما أن التزام مصر تجاه المصلحة السعودية أيضا ثابت وراسخ ليس على المستوى العسكري وحسب بل أيضا المستوى السياسي وغيره من المستويات هذا ليس كلاما إنشائيا بل محصته المحن ونخلته الأيام واختبرت صدقه الشدائد التي عصرت أيامنا وما أكثرها من غزو صدام للكويت إلى غزو إيران عبر عملائها لليمن حاليا منذ بداية الأزمة بل الكارثة بل المأساة السورية في 2011 والسعودية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز تناشد رئيس النظام بشار الأسد أن يصلح الحال يوقف سفك الدماء يرأف بشعبه يحرص على وحدة سوريا السعودية أبدا لم تنظر لسوريا من منظار طائفي ولا للطائفة العلوية كذلك ولا لأسرة الأسد تحديدا بهذا الشكل من الأسد الأب إلى الأسد الإبن ومن يقرأ التاريخ جيدا يعرف العلاقات العميقة مع هذه الطائفة سياسيا واجتماعيا ومع الحكم السعودي الملك عبد الله اصطحب بشار الأسد معه في طائرته الخاصة إذا تتذكرون لبيروت من أجل فتح صفحة جديدة بعد اغتيال رفيق الحريري زعيم السنة وزعيم المستقبل ولم تكن هذه أول ولا آخر المبادرات لإنقاذ وتعقيل وتأهيل نظام بشار لكن كيف فهم بشار وعصبته الأمر فهموه بشكل مختلف أنه ينم عن ضعف وليس عن رقي وإحساس بالمسؤولية وحتى وصل بشار إلى أن يرهن سوريا كلها للفلك الخميني الإيراني وأبى أن يصغي لصوت السوريين الوطنيين قبل أن تهطوا الداعش والنصر عليهم بعد حوالي سنة من بداية المعساة السورية حسنا في مصر كانت الرؤية من عهد المجلس العسكري حتى عهد الأخوان دعك من مظاهرة الاستاذ الرياضي البهرجية لمرسي إلى عهد منصور إلى عهد عبد الفتاح السيسي تقوم على أن هناك مؤامرة على الجيوش العربية في المنطقة وجيش وشبيحة الأسد طبعا تدخل في هذا التعريف لمصلحة من؟ لمصلحة الإخوان والأمريكا حتى نكون عقلانيين ومنطقيين قد يكون هذا التصور المصري الإعلامي في غالبه صحيحا في بعض الدول لكنه ليس صحيحا في كل الدول والحالات ومن ذلك سوريا على كل حال الخطاب الرسمي المصري من خلال الرئاسة والخارجية حاليا هو خطاب هاد مسؤول وآخر ذلك مؤتمر وزير خارجية مصر السيد سامح شكري مع الوزير السعودي عادل الجبير في القاهرة وفي هذا المؤتمر تأكيد على تقارب الرؤية المصرية السعودية في كل الملفات ومنها الملف السوري لكن هذا لا يجعلنا نتغافل عن أنه ثم تمزاج شعبي موجود بالإعلام أو في بعض الإعلام الذي يهيمن عليه غالبا التيارات القومية واليسارية المصرية هو من يصعد ضد السعودية بخصوص الأزمة السورية ويتبنى خطابا مقاربا للخطاب الأسدي أو الروسي بدرجة معينة بل أحيانا يتطابق معه في بعض الصور وهو قائم على شيطنة السعودية في موقفها تجاه نظام الأسد وكأنها هي أي السعودية من قتلت وشردت الملايين من السوريين وليس ماهر الأسد وليس الحرس الثوري وليس حزب الله لكن ليس كل الإعلام المصري كذلك بل منهم من يتمتع برؤية شاملة ومتزنة للمأساة السورية المهم في هذا كله هو هل نحن على درجة من النضج تجعلنا نتقبل الخلافات في هذه المسألة ما دامت النوايا حسنة وهي كذلك والمصالح المشتركة عظيمة وهي كذلك تلك هي المسألة وذلك هو التحدي الحقيقي على الإعلام أي إعلام ناضج أوحت المواقف المصرية حول الأزمة السورية خصوصا في الأوينة الأخيرة بتوجه جديد في سياسة القاهرة تجاه حلفائها وبدت واضحة إشارات تقارب مصري روسي آخرها ترحيب القاهرة بشكل رسمي بالحملة العسكرية الروسية في سوريا رغم أنها كانت ممن أعلنوا مرارا رفض أي تدخل أجنبي في سوريا وفي الوقت ذاته بدى واضحا التباين في موقفين مصر والسعودية بشأن حل الأزمة السورية تركزت أوجه الاختلافات على لب الأزمة السورية وهي مصير الأسد فالسعودية تشترط رحيل الأسد في أي حل للأزمة السورية بينما تتمسك القاهرة بموقفها الذي يرى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل جميع أطياف المشهد السياسي السوري بما فيها النظام الحالي وتعتبر مصر أن بقاء الأسد من عدمه هو أمر يحدده الشعب السوري وفي إشارة أخرى على تباين وجهات النظر لم تخفي مصر تأييدها للتدخل العسكري الروسي في سوريا معتبرة أنه سيساهم في القضاء على الإرهاب بينما عرضت السعودية هذا التدخل وأيدت المواقف الدولية التي أكدت أن الضربات الروسية استهدفت مواقع المعارضة المعتدلة وليس داعش وأن الحملة الجوية الروسية تهدف لدعم نظام الأسد ويبدو أن ما اتفقت عليه مصر والسعودية بشأن الأزمة السورية هو فقط تأييد مخرجات جينيف التي تقضي بتشكيل حكومة انتقالية من كل أطياف المجتمع السوري والمحافظة على مؤسسات الدولة لبرنامج مرايا علم طيرة الخطاب الرسمي بين البلدين واضح تجاه اتحاد السعي للحل في سوريا بطريقة متجانسة التواصل والفهم المشترك قائم بالنسبة للتعامل مع الوضع السوري سوريا دولة ومكون هام في الأمن القومي العربي وطبعا ما نشهده من تدمير وتعرض الشعب السوري لكل هذه التضحيات يقتضي مننا أن نكثف من عملنا وتنسخنا وهذا ما يتم بالفعل مصر تستضيف وتدعم قوى المعارضة الوطنية وتتكامل معها المملكة العربية والعكس الصحيح في هذا العمل أنا أتفق تماما مع معالي وزير لا يجدنا كهلاف وإن المملكة العربية السعودية ومصر فيما يتعلق بسوريا أو فيما يتعلق باليمن كلنا في سوريا نسعى لإبعاد بشار الأسد من الحكوم بعد ما فقد شرعيته كلنا نسعى لإيجاد الأمن والاستقرار في سوريا كلنا نسعى للحفاظ على المؤسسات الحكومية والعسكرية في سوريا لتستطيع أن تتعامل مع التحديات فيما بعد نظام الأسد السؤال هل السعودية ومصر طبعا ضد وجود مخرج سياسي سلمي للكارثة السورية؟ ومن البداية وليس اليوم؟ أبدا ولكن ماذا إذا تأخر أو تعذر هذا الحل؟ هل نتفرج على افتراس إيران والأسد وحزب الله وكل الميليشيات التابعة لإيران وأيضا داعش وكل شياطين الأرض للعرض السوري؟ وكيف سيكون انعكاس هذا على الكل؟ أخلقنا العربية لا تسمح ولا تسمح ولا تسمح لما الموضوع يتعلق بمصير شعب عربي في هذه الحالة الدول التي سوف تذهب أو تشارك في هذه الضربة أو حتى تحبذ أو حتى تثني على هذه الضربة هل تعلم أنه لو أصيب سوري مدني واحد؟ ده معناه أنه أصبح موقفها شديد السوء وأن موقفها فعلا مشين؟ ثم هم فاهمين أنه ده هيؤدي إلى إيه؟ يعني ماذا لو اعتلى الإخوان الحكم في سوريا؟ هل السعودية هتبقى سعيدة؟ أموال خليجية وتخطيط خليجي متورط أيضا في سوريا دي الحقيقة أنتم لا تعوا خطورة ده عليكم وخطورة ده على مصر يعني قيت تجندلي شوية مرتزقة بفلوس عشان يحربوا بشاري طب أديك أربع سنين بتحرف بستقب بشاري الأسد مشي بشاري الأسد اللي اتحقر هو الشعب المسكين واللي اتقتل هو الشعب المسكين مثل هذه المواقف والتعليقات الخفيفة والسريعة والانطباعية هي من يخلق الأزمات المصطنعة ولكن ليس الحل في التجاوب معها بتوتر أو التعامل معها باعتبارها موقف مصر لا موقف لمصر إلا عبر مؤسسات الدولة التي تعبر عنها وجود مثل هذه الآراءة هو جزء من تعب الحياة المعتاد هذا هو بالضبط ما يخشى من كل العقلاء وكل من لديه ضمير وكل من يقدر على رؤية المستقبل ولا خلاف عليه لذلك يكون العمل هو في كيثية حماية سوريا من الفجور الطائفي المافيوي والداعش القاعد كله سواء بسواء دون تفرقة نعم هناك من يفرق يديه اغتباطا بأن يكون هناك أزمة ثقة بين السعودية ومصر من هؤلاء أنصار الجماعة جماعة الأخوان في السعودية ومصر وأيضا أنصار التيار الناصري وبعض اليسار أيضا هنا وهناك ينتظرون ولكن الدول ومصالحها أكبر من هذه المشاعر الضيقة والصغيرة أمير الشعراء الشاعر المصري أحمد شوقي قال في معساة سورية سابقة نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في الهم شرق ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى